ولهذا المشروع للمؤمن في التوسل أن يتوسل الله تعالى بالعمل الصالح بإيمانه بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته للصالحين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصه العمل لله عز وجل وما أشبه ذلك مما يكون من الأعمال القلبية أو الأعمال البدنية التي يريد بها وجه الله عز وجل فهذا مما يبلغ الإنسان المطلوب وهو داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة